أهو موسم تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية؟ المباحثات واللقاءات التي كانت استخباراتية وأمنية تخرج للعلن وتطفو إلى السطح خطابات متبادلة من مسؤولية البلدين توحي بأن العلاقات دخلت منعرج إذابة الجليد مباحثات بغداد التي تم الإعلان عنها لأول مرة في شهر أفريل الماضي تكاد تدرك جولتها الخامسة وإجماع من الطرفين على أنها إيجابية وتسير في الطريق الصحيح إلى أبعد من ذلك ذهب وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان عندما قال إن مباحثات بغداد كانت ودية وإن بلاده سوف تذهب إلى العاصمة العراقية من جديد بنية التطبيع مع الغريم الإقليمي الفينانشال تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤول سعودي قولها إن الرياضة تلقت طلبا إيرانيا بفتح قنصلياتها في جده تطور لو يتأكد رسميا فستكون العلاقات الثنائية بين أبرز قوتين إقليميتين في الخليج قد حققت لا محالة أكبر تقدم في مسار التطبيع تطبيع يرى مراقبون أن الطريق إليه ما زالت طويلة فمباحثات بغداد تحمل طابع استكشاف النوايا وجس النبض ليس إلا وأن اختلاف وجهات النظر في قضايا إقليمية عديدة قد ينسف أي تقدم تبرز الحرب اليمنية في صدارة الخلاف السعودي الإيراني حيث تقود الرياضة تحالفا عسكريا داعما للحكومة هناك وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد كما تبدي السعودية قلقا من النفوذ الإيراني في المنطقة وتتهمها بالتدخل في شؤون دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان ما يهدد بانهيار مسار إنهاء القطيعة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر